بوس يا سيدي انا هاخدك من ايدك ووديك المستقبل لاني النهاردة هوريلك اختراعات وابتكارات سامسونج في الموبايلات الرائدة الجديدة بتاعتها الجالاكسي فولد سري والجالاكسي فليب سري الموبايلات دي قابلة للطاي وقبل ما تخاف وتقولي يا عم الموبايلات القابلة للطاي دي مش اعتمادية حب اقولك لا سامسونج غيرت المفهوم ده لانها لعبة جامد جدا على فكرة الاعتمادية سامسونج بتقولك ما تخافش الموبايلات القابلة للطاي مش هيحصلها حاجة الموبايلات القابلة للطاي هي المستقبل فأنا عايز أوريلك المستقبل يا صاحبي اعمل اللايك الجميل ويلا بينا نشوف إيه حكاية موبايلات سامسونج الجديدة خلونا نبدأ بالجالاكسي فولد سري الفايف جي سامسونج حسنت كتير من قوة تصميم الفولد سري علشان يبقى اعتمادي أكتر يعني لأول مرة نشوف جهاز فولد مقاوم للماء بشهادة مقاومة للماء العزب العمق متر ونصه لمدة نص ساعة سامسونج أكدت على حتة انه مقاوم للماء العزب يعني ولا بحر بقى ولا بسين وكمان مش مقاوم للطراق ولكن احنا كنا فين وبهنا فين مقاومة الماء يعني ثقة أكتر من سامسونج في الجهاز بتاعها كمان الفريم الألمونيوم بتاع الفولد بقى أقوى عشرة في المية من جيل اللي فات الفولد سري كله ضهر وشاشات محمي بجوريلا فيكتاس أعلى طاقة حماية موجودة في السوق وزن الموبايل خف شوية بسيطة عن الأجيال اللي فات بقى 271 جرام لسه برضو ما زال تقيل مش هنحور على بعض والتخانة بتاعت الفولد وهو مفتوح قلت وبقت ستة واربعة من عشرة ميلي اللي هو أرفع من أي موبايل بس الكلام ده وانت فتحه انما وانت قفله طبعا بتلاقي تخانة كبيرة لان انت بتاخد بقى شاشتين في وش بعض بتاخد الهنج يعني كلام كبير كده قالوا ان الفولد سري هتكون فانتوم بلاك فانتوم سيلفر فانتوم جرين سيبك من التصميم خلينا نفتح الفولد ونشوف شاشته هنلاقي شاشة عملاقة سبعة وستة من عشرة بوصة ديناميك أموليد الجيل التاني بدقة ما بين الفول اتش دي والكواد اتش دي بتردد 120 هرتز هيجي واحد يقول لي هو فين السوق بتاع السيلفي هقول له اول مرة نشوف من سامسونج في موبايل من موبايلاتها الكاميرا سيلفي مدفونة تحت الشاشة علشان تستمتع بالشاشة اللي عملاقة دي وانت بتتفرج على فيديوهات من غير مسوق بداي دايك انت متخيل انك دلوقتي عامل فول سكريين مسلا وبتتفرج على الفيديو ده من موبايلك اللي شاشته ستة ونص بوصة مسلا دلوقتي انت ممكن تمسك الفولد تفتح الشاشة العملاقة دي تعمل فول سكريين تعالي البرايتنس تزاود الجودة اللي انت بتتفرج عليها هتلاقي عظمة زي ما انت شايف من غير ما البانش هو لديك استخدامات الشاشة دي في حاجات كتير اتطوارج جدا المالتي تاسكينج ممتع جدا تقدر تفتح اتنين او تلاتة مع بعض وهتشوفهم عادي ما زي شاشات موبايلاتنا الصغيرة لو فاتح مسلا مش محتاج تخرج وتدخل انت لو دست على ديسبلاي هتلاقي شاشة اسا متلا انت عندك مالتي فيو سيتنج اللي شاشة هتتفتح على الجنب هي موجودة ده غير انك لو فاتح من براوزر سامسونج وبتعمل شوبنج ما انت هتشتري اكيد بتعمل شوبنج واللاين يا صاحبي ركز معايا كده تقدر مسلا تعمل لمنتج عجبك على جنب الشاشة هيفتح لك تفاصيله جنب صفحة المنتجات اللي انت فتحها من غير ما تقفر علشان توفر وقته وتقارن براحتك حاجة عظمة كلام ده شغال سامسونج براوزر بس لحد دلوقتي زي ما قلت لك من شوية شاشة الفولد محمية بجوريلا فيكتاس وسامسونج بتقول انها بقت اقوى تمانين في المية من الجيل اللي فات انت متخيل الرقم تمانين في المية اقوى وسامسونج قدرت تخلي الفولد يدعم تشغيل الالم الاسبين انت متخيل شاشة فولد اللي احنا كنا خايفين منها بقى يا عم لطبوز والكلام ده وصلت لمرحلة انك تقدر تخبط فيها بالالم براحتك وانت متطمن استخدامات الالم كتير على الفولد تقدر مسلا تاخد من المابس تكتب عليها بسرعة شايرها مع واحد صاحبك تقدر بدل ما تستخدم الكيبورد وتكتب في السيرش بالالم علشان يريحك اكتر في الاستخدام هيدعم نوعين من انواع الاسبين ركز معي احب اطمنك اصلا ان مفيش ولا واحد فيهم بيجي مع الموبايل في العلبة كده كده هتشتري اول نوع الاسبين فولد اديشن وده اللي انا استخدمته في الفيديو ده بيشتغل على الفولد بس يعني ما ينفعش يشتغل على النوت او الاس وكمان ما فيهوش بلوتوس وبالتالي ما وش يعني مش تقدر تعمل حركات في الهوا بالالم وكلام ده بيتباع مع علشان تركبه فيه تقدر تشتري الجراب والالم في واحد زي كده لو فاكر احب اكد عليك انك لو معك الم او اس مش هيشتغل على الفولد لازم تشتري الاصدار الخاص به ادفع علشان تعدي لو انت نازيه اوي بقى في الم تاني اكيد هيبقى اغلى اسمه وده بيعدعم بلوتوس وبيعدعم وده بتشتريه لوحده غير الجراب يعني هتشتري الجراب لوحده وقلم لوحده عشان تحطه جوه الجراب ادفع علشان ايه تتكيف تصدق كنت هانسها او الشاشة اللي برا اللي انت بتستخدمها وانت قافل واللي بيظهر عليها والشاشة دي مش صغيرة على فكرة هي حجمها ستة وتنين من عشرة بوصة وما تستقلش بها لانها برضو مية وعشرين هرتز هي مشكلتها ان عرضها مش كبير قوي علشان مفصلة جنبها ولكن تقدر تتعامل منها في مهام بسيطة من غير ما تحتاج تفتح للشاشة الكبيرة وزي ما انت شايف فيها علشان السيلفي ايه عندك اتنين سيلفي سيلفي برا والسيلفي جوه براحتك يا معلم هيجي واحد ويسألني ويقول لي الشاشة اللي برا بتدعم القلم برضو هقولك لا للأسف مش بتدعم كفاية شاشات بقى الهصة دي كلها اكيد محتاجة معالج قوي نسخة مصر هتنزل بسناب درجون تلات تمانيات دعم لشبكات الجيلر خمس معالج قوي اكيد والموبايل هينزل نسخة واحدة متين ستة وخمسين جيجا مع اتناشر جيجا رام وعلى فكرة بقى دول سيم يعني ينفع تركب شريحتين اتصال والبصمة زي ما انتو شايفين على زرار الباور والصوت اكيد ستيريو يعني دي مش محتاجة كلام البطارية ما اتطورتش كتير اربعة تلاف وربعمية ميلي امبير معرفش ادايا الفعلي ايه خلينا نتكلم عنها اكتر بعد فترة لاني حاسس ان البطارية مش كبيرة قوي ولكن سرعة الشحن خمسة وعشرين واط بس جهاز بالفين دولار بيشحن خمسة وعشرين واط بس وكمان الشاحن مش بيجي في العلبة بتشتريه لوحده للأسف الكاميرات ما اتطورتش كتير الجهاز جاي بخمس كاميرات تلاتة في الظهر كلهم اتناشر ميجابيكسل الاساسية فتحت عدسة بمسبت بصري والتانية الالترا وايت فتحت عدسات من غير مسبت بصري والعدسة التالتة زوم اتنين اكس بمسبت بصري وفتحت عدسة. اما السيلفي فعندك اتنين الاولى المخفية اللي تحت الشاشة ودي اربعة ميجابيكسل فتحت عدسة اخرها فول اتش دي بس. وعندك سيلفي تانية في شاشة الكافر في البانش هول عشرة ميجابيكسل فتحت عدسة ودي بتصور كاعدة. هاردوير كاميرات ما اتطورش كتير. في بس شوية مميزات اكتر في الكاميرات علشان تستغل الشاشة العملاقة اللي هنا. عندك ميزة علشان لو مش عاقبك كل كاميرات السلف اللي هنا هتتصور بالكاميرا الخلفية وشاشة هتوريج الصورة. ماشي. عندك ميزة اللي بتخليك تشوف على طول الصور اللي صورتها من غير ما تفتحها. يم تبعتها يم تمسحها على طول في ثانية. دي كانت معظم مميزات الجديدة اللي شفتها. اكيد لنا تجربة مطولة مع الموبايل بعد فترة. السعر ما كانش تحدد ولكن اتوقع هيبقى في حدود خمسة وتلاتين الف جنيه للنسخة المتين ستة وخمسين جيجا مع اتناشر جيجا رام ودول سيم زي ما قلت لك. ومن وجهة نظري الفولد سري بقى اعتمادي اكتر عن الفولد تو في الشاشة الاقوى اللي خلاص ما بقيتش تخاف منها ولا تخاف يحصل لها حاجة. دعم حماية المياه. سوفت وير سامسونج المتطور اللي بقى يقدر يستغل الشاشة الكبيرة دي في حاجات كتير واكيد موضوع الشرحتين. ده غير اننا لقينا كفرات للفولد سري للظهر بس بعلوان كتير وكمان لقينا الكفر اللي بيركب جوها الاسبين موجودين في سامسونج ومصر. وده معناها اهتمام كبير منهم بالاعتمادية برضو علشان ما تعودش تلف على للموبايل ده. سيبك بقى من الفولد وخلينا نشوف الفليب سري الفايف جي برضو. بص يا صاحبي الفليب سري بقى الصائع قوي. فكرة اصلا الفليب نفسها جامدة جدا. موبايل عادي بيتني علشان يبقى حجمه صغير متحسش به. عارف انت صغير بس يحير. يعني بص مثلا حجم الموبايل وهو مقفول مقرنة بحجمه مفتاح عربية. هتحس انك شايل ولا حاجة حرفيا. سامسونج برضو لعبت على الاعتمادية طور كتير في الشاسي والماتيريال بتوع الفليب سري. والمفصلة بقت اقوى كتير في الفليب سري. يعني فتح الموبايل ما بقاش سهل للدرجة انك تفتحه بايد واحدة. او لو انت ايدك كبيرة بقى ممكن. انما انا معرفتش. لازم ايدي التانية. فليب سري برضو مقاوم للماء بشهادة وكمان هنا الموبايل وزنه مش تقيل بتتكلم في مية تلاتة وتمانين جرام. مفيش بقى اي حاجة ممكن ترخب عليك التجربة. مش محتاجة اقول لك مدى الرواشة ولفت النظر اللي هيحصل لو معاك الموبايل ده وانت في كافيه مسلا وبتفتحه وتقفله كل الناس هتسيب اللي في يديها وتشوف هو البني ادم ده بيعمل ايه? الوان فليب سري روشة قوي. فانتوم بلاك مط. اللون الكريمي الرائق اللامع. واللون الاخدر غامق اللامع والبنفسجي اللامع. وكان في جوية كافرات برضو ريوشة قوي. علشان تدي لك تجربة احسن. واحد منهم مسلا تقدر تسبتو في ايدك وانت بتستخدم الموبايل. علشان ما يعاش منك. يعني موبايل ريوش وكافرات اروش. اكيد مش محتاجة اقول لك الكافرات هتتبع لوحدها واكيد هتلاقيها في مصر عادي من خلال المعتمدة. شاشة الفليب سري لما بيتفتح بتلاقيها ستة وسبعة من عشرة بوصة. شاشة كبيرة. ومية عشرين برضو وفيها سوق بالسيلفي. شاشة اكيد حلوة من سامسونج. الشاشة هنا لو تانيتها هتلاقي الدنيا بتتقسم معاك الجزء اللي فوق لعرض المحتوى وجزء اللي تحت للتحكم فيه بمعنى ممكن تفتح الجالري مسلا وتقلب بين الصور من الجزء اللي تحت تعمل زوم اين وزوم اوت من الجزء اللي تحت والصور فوق عادي بكل سهولة. تعالوا نشوف بقى ايه شاشة اللي برا وانت عافل الفليب ها. شاشة واحد وتمانية من عشرة بوصة صغيرة ولكن لها استخدامات ريوشة قوي. اولا انت ممكن تحط صورتك عليها وينفع تحط اكتر من صورة كل ما تفتح وتقفل يظهر لك صورة تانية. فين البنات? اكيد هيحبوا الحوار ده. ممكن تسحب من يمين للشمال تشوف ممكن من الشمال لليمين تشوف الاشعارات اللي جات لك. من فوق تحت هتلاقي الضبط سطوع الشاشة وتعمل مثلا. كان نفسي نلاقي حاجات تانية زي الموبايل داتا لان فيه مسحل كده ممكن توصل فابديد. هنشوف. واخر استخدام ضغطتين على ازرار باور هيفتح لك الكاميرا وتقدر تاخد سيلفي بالكاميرا الخلفية. فكرة له شباب. الفليب سري جاي بمعالج سناب داجون تلات تمانيات دعم لشبكات الجيلر خامس نازل مصر نسخة واحدة متين ستة وخمسين جيجان معاة تمانية جيجان. والبصمة على ازرار باور والصوت هنا استريو. البطارية الصغيرة حبتين تلات تلات وتلتمية ميلي امبير معرفش اداء الفعل ايه? ولكن اللي زعل الموبايل اخره في سرعة الشحن خمستاشر واط وكمان من غير الشاحن في العلبة بتشتريه لوحده. سامسونج بخلانة قوي معانا في سرعة الشحن. الكاميرات ما تغيرتش كتير كاميرتين في الظهر اتناشر ميجا بيكسل واحدة اساسية بمثبت بصري فتحت على ساة وان بوينت ايت. والتانية الترا وايت فتحت على ساة و بوينت او من غير مثبت بصري. والسيلفي في الشاشة عشرة ميجا بيكسل فتحت على ساة وبينت فوق. كاميرات سامسونج جده كده حلوة ولكن سامسونج متعبتش وما طورتش فيها قوي. اعتمدت على تطوير الموبايل نفسه اكتر من هاردوير الكاميرا. السعر ما كانش تحدد للفليبس ري واحنا بنصور الفيديو ده. ولكن اتوقع في حدود عشرين الف جنيه للنسخة المتين ستة وخمسين جيجا مع التمانية جيجا لان. بص الفليبس ري موبايل روش. نازل يلفت الانزار. حاجة صغيرة كده بتصميم روش قوي وزن قليل المحترمة متانة حلوة جدا وكمان مقاوم للمياه. ولكن في نفس الوقت بتديلك شاشة ممتازة معالج قوي صوت كاميرات نقدر نقول انها جيدة. ممكن بس البطارية والشحن مش قد كده. اتوقع الفليبس ري لو تسعر كويس في مصر ممكن مستخدمي الفلاكشيب يبدأوا يفكروا يشتروه لان الفلاكشيبس اساسا ما بقاش فيها تطوير. ولكن مع الفليبس ري كفاية بس فكرة شكل الموبايل. تغيير كامل كامل عن اي موبايل كان معك قبلها. بس كده انا خلصت. ما تنساش بعد الوقتي تعمل اللايك الجميل لو عمدتش في الاول وتكتب كومن وتقول لنا انهي موبايل عجبك اكتر. وشايف المستقبل رايح ناحية مين? الفليب ولا الفولد? وتأكد انك عامل سبسكرايب في قناة موبيزل فعل الجراز علشان تشوف مراجعات جديدة للموبايلات اول بول. سلام.